السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن حركة الجنين قرب المسانة تشير حركة الجنين تحت عند المسانة أو أسفل منطقة البطن في المراحل الأولى من الحمل إلى سلامة الجنين وحركاته ورقلاته داخل بطن الأم كما ترتبط حركة الجنين بمنطقة المسانة بوضعيته داخل الرحم حيث يشير الشعور بحركة الجنين بمنطقة المسانة أو أسفل البطن إلى أن أقدام الجنين في الاتجاه السفلي بينما رأسه في الاتجاه العلوي بينما حركة الجنين تحت عند المسانة في الشهر التاسع مؤشر إلى اقتراب موعد الولادة واتساع عنق الرحم ونزول الجنين من الرحم إلى الحوض ثانيا حركة الجنين بالمسانة ونوعه انتشرت بعض الأقويل حول وجود علاقة بين نوع الجنين وحركته عند المسانة إذا أنها تشير إلى الحمل في ولد ولكن بالرجوع إلى الأطباء أكدوا على عدم وجود علاقة بين حركة الجنين بمنطقة المسانة ونوعه بل أن هذا الأمر طبيعي ويرمز إلى نطق الجنين وتحركه داخل جسم الأم ويؤكد الأطباء أن الطريقة الوحيدة التي تساعد الزوج الحامل على معرفة نوع الجنين هي زيارة الطبيب والخضوع إلى كشف الصنار الذي يوضح نوع الجنين وهذا يحدث في الشهر الرابع وتحديدا في الفترة الوقعة ما بين الأسبوع 16 إلى الأسبوع 18 إن حركة الجنين بالمسانة لها تأثير كبير على الزوج الحامل التي تشعر بزيادة الرغبة في التبول وإفراغ المسانة بسبب ضغط الجنين على المسانة إلى جانب الشعور بالتعب والإرهاق مما يجعلها تجلس للراحة على الفراش أو الأريكة كما أن في حالة زيادة ضغط الجنين على المسانة تعاني الزوج الحامل من سلس البول ويكون سلس البول أثناء العطس أو الضحك بسبب عدم الزهاب إلى المرحاض في الوقت المناسب مما يسبب لها الانزعاج والإحراق لتجنب سلس البول بسبب حركة الجنين بالمسانة ينصح بالزهاب إلى المرحاض من حين لآخر وعدم الانتظار إلى امتلاء المسانة من أجل الزهاب إلى المرحاض في نهاية الفيديو ننوه أن المعلمات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللما زيبنا المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في أصف الفيديو في نهاية الفيديو لو عجبكم يلا تدعمنا بلايك وكومنت وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ